في اليوم الأول من شهر جمادة الأول والذي يصادف هذا العام يوم الأحد أو يوم الأثنين القادم هذا انتقل إلى جوار ربه المرجع الديني الفقيه الكبير الشيخ عبدالله المعتوق قدس الله نفسه في الزكية ومن الواجب علينا إجلال ذلك العالم الجليل فإنه أحد علماء بلادنا الكبار والفقهاء المجتهدين المعروفين ومن تولى زعامة المرجعية والتقليد في بلاده جزاه الله خير جزاء المحسنين وتغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفسيحة من جنته ولقد ترك أثرا كبيرا في بلاده بل ترك أثره الكبير الإقليمي في كل المنطقة على المستوى الإقليمي القطيث الأحساء البحرين البصرة بوشهر خوزستان وما حولها نال معرفة وترك أيضا ظلالا إيمانية قدسية فقد عرف بقداسته وورعه وزهده ولا زالت أثار تلك القداسة وظلالها لا زال أثرها باقيا إلى اليوم ومن كان في عمري أيضا أدرك ذلك الجيل الذي رباه سماحته على يديه فقد أدركنا جيلا من الرجال المؤمنين الأبدال الأخيار الذين كانوا من حضار مجلسه وحضار مسجده ورباهم على يديه رحمة الله عليه تربية صالحة مؤمنة عرفوا في البلاد هنا بإيمانهم كذلك وورعهم وتقواهم وزهدهم وأدركناهم كرجال معروفين من الأخيار العبرار المؤمنين المتفقهين والمتورعين في أمور دينهم جزاه الله خير جزاء المحسنين كما أيضا في هذا الأسبوع والذي قبله انتقل إلى جوار ربه ثلة مؤمنة من أهل هذه البلاد أيضا من سواء الحاج محمد العقيل أو والدتال القروس والدتال درويش وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمدهم جميعا بواسع رحمته يسكنهم الفسيح من جنته جميعا نقرأ إلى أرواحهم سورة مباركة الفاتحة سورة مباركة الفاتحة سورة مباركة الفاتحة سورة مباركة الفاتحة سورة مباركة الفاتحة